يعد مسجد شاهين الخلوتي بجبل المقطم أحد أهم الأثار الإسلامية المهملة بالقاهرة وتحفة معمارية مصرية على مر العصور حيث تم نحته وتصميمه وبناؤه على الجبل في تحدي معماري صارخ عام 945 للهجرة الموافق لعام 1538 للميلاد أثناء ولاية داود باشا العثماني حيث بناه جمال الدين شاهين لوالده الشيخ الصالح العرف بالله شاهين الخلوتي والذي ولد في مدينة تبريز في بلاد فارس في القرن التاسع الهجري وقضى هناك طفولته ومعظم شبابه وانتقل بعدها إلى مصر حيث اشتراه السلطان قايت باي وجعله واحدا من مماليكه ثم زهد في حياة الجندية والمماليك وانزوى على نفسه في جبل المقطم في خلوة مع الله في مكان المسجد والضريح ويعد المسجد طرازا معماريا فريدا في الآثار الإسلامية وبني على شاكلة معبدي حتشبسوت نفسها ومدينة البتراء يضم المسجد ضريحا وثلاثة قبور أكبرها لشاهين الخلوتي ثم لجمال الدين شاهين وابنه محمد شاهين ويعلو باب القبة قطعة رخام مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم وكان بالمسجد أربعة أعمدة من الحجر أما قبلته فهي مصنوعة من قطع الرخام الملون والصدف وداخل القبة أيضا يوجد كتابة حول تاريخ تجديدها عام 2007 للهجرة وهو الآن خاص بوزارة الأوقاف ولم يتبقى منه تقريبا غير المئذنة وقبة الضريح فهو معرض للانهيار بسبب حالة الإهمال له رغم أنه مصنف ضمن الآثار المصرية تحت رقم 2122 وأيضا يعد طرازا معماريا نادرا جدا خاصة في مصر ترجمة نانسي قنقر